موسيقى أقول للقناص الذي يشاهدني عبر المنظر سوب نحو الرأس ففي القلب وطن عزيز ينزف يأبى السقوط سيداتي وسادتي مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا حديث الناس حلقة خاصة سنتناول فيها أحد أهم المسائل التي تشغل بالتونسيين وهي حالة السقوط التي تشهدها بلادنا حالة الخراب حالة الفوضى إلى درجة أن كل تقريبا الناس أو أغلبهم في حيرة إلى ما يمكن أن تأول إليه أمور البلاد عندما تعجز السلطة عن السيطرة عندما تفقد قبضتها على ثروات البلاد وحتى على الناس الفوضى تعم تقريبا كل أرجاء الوطن إلى درجة لم نشهد لها مثيل لماذا بلغت الأمور هذه الدرجة ومن هو المسؤول وكيف يمكن إنقاذ ما يمكن أو ما تبقى أن ينقذ عن هذه القضية وهذه المسائل سنتحاور مع شخصيات اخترناهم من مجالات متعددة باعتبار تنوع المواضيع الموصولة بهذا العنوان الذي اخترناه لبرنامجنا اليوم عليها ساري الأستاذة حذامي محجوب وهي باحثة في الفلسفة السياسية مرحبا بك مدام حذامي أهلا وسهلا وكذلك السيد رضا النصري وهو النقابة الموحدة لأعوان الدوانة مرحبا بك مرحبا سيد رضا مرحبا بك شكرا على استهداف والدكتور الهادي الغابري مراسل ومدير موقع خارج السلب بنيويورك مرحبا بك سيد الهادي أهلا وسهلا وضيفنا شيخ المناظرين السيد العروسي الهاني رئيس جمعية الوفاء للأرثبور السقوط هو أنواع ودرجات سقوط في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بالوضع البيئي بالوضع الاجتماعي وكذلك سقوط في العقليات نشاهد سقوط وضيفنا رمشي بني أكيد حاضركلت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي كذلك يقوم به فيه عمال بإيقاف انتاج حوض من منجمي بإيقاف خيرات أهم ثروة في البلاد والأمثلة عديدة وتعد بالعشرات لماذا تفقد الدولة سيطرتها على ثرواتنا الطبيعية لماذا هذا الصمت واللا مبالاة من قبل أجهزة الدولة في التعاطي مع هذه الأحداث التي تعد خطيرة لماذا هذا الخطاب الجديد عندما نسمع مسؤولين يقولون أننا نتفهم هذه الاحتجاجات الاحتجاج له طرق ووسائل عديدة لا تضر لا بمصلحة العباد ولا البلاد ولكن في تونس بلغت الدرجة من السخوت كما نرى في هذه المشاهدة مدام عجوب يوناشين أعطيني شوي وقت أنا نحب معناها الظواهر هذية لكلنا نلاحظوها كل يوم لا تخفي لا تخفى على أحد ولكن نحب نبحث في الأسباب لأننا لا يمكن أن نعالجها دون أن نعرف الأسباب رغم أني لست من الذين يحبذون نظرية المؤامرة ولكن هناك أسباب خارجية وهناك أسباب داخلية والخارج لا يمكن أن ينفذ إلى الداخل لو لم يكن هناك تواطئ من الداخل الأسباب الخارجية نعرف من 2007 عندما رفض النظام السابق أن يعطي الولايات المتحدة قاعدة عسكرية وبدأت تأمر نوعا ما على تونس جيت جونداليزا رايس في 2008 نقوله على النظام التونسي على النظام نعم على النظام هو كيف يتأمر على النظام يتأمر يعني هناك عالقة وطيدة بين النظام والشعب يعني كل تخريب معناها هو المواطن هو اللي يدفع الثمن جيت جونداليزا رايس عام 2008 وطلبت كذلك مركز لحقوق الإنسان ولم تمنح ذلك بدأ التواطئ بدأ التأمر من الخارج على تونس وبدأ الحسم في النظام وهذا ولينا نعرفوه اليوم وكل وبأذرع أخرى منها داخلية ومنها خارجية يعملوا في السود ريتانس بدأ معناها السيبل معناتها هي الدولة التونسية كيفاش نحتموا الدولة التونسية بدأ جاء بدينا جسد بعد الثورة خطابات في الإعلام خطابات السياسية الرئيس الأول سيد المنصف المرزوقي نتحدث عن خراب ستين سناء خراب كلمة خراب وليت يقع استعمالها أنا قبل كقريت التاريخ الخراب نتحدث عن بني هيلين في القرن الخامس في القرن الخامس وإلا نتحدث على قرطاش حين دمرها الرومين دمرت هذيك الخراب اللي نحكيو عليه ولكن الدولة التونسية التي أسسها البنات الجمهورية من الـ 56 نكونيش نحكيوه على خراب ننقدوها نقيموها عندها عيوبها عندها مساوئها ولكن هناك إنجازات عديدة وهذه الإنجازات يعرفها كل التونسيين ويعرفها وتقر بها كذلك البلدان الأخرى والمنظمات العالمية تعليم والصحة والمرأة وحقوق المرأة ويعني كل مكاسب الجمهورية من وقتها بداية التخريب بداية على كل المستويات تخريب يعني كل الماضي هو خراب وسننصفه لا نبني على تراكم لا نبني على مكاسب دولة الزكيم تاعد دولة تونسية لا نبني عليها الهيدة والوطنية الهيدة والوطنية طبعا وارتوت من دماء الشهداء ومن العمل وبدأنا نضربه في مفهوم العمل بدأت طبقة سياسية رجعت للثمانيات استرجعت مشاكلها في الثمانيات وكأننا في الجامعة في الثمانيات صراع بين الإسلاميين بين القوميين بين اليساريين بين كذا طواطئ مؤتمر مجلس تأسيسي كل ذلك كل هكالشانتية اللي تعمل هذك وكانت تونس ربا ما في غينا عنه هذا الكل حصل وقع تدمير وقتها نسمعه في الناس في اعتصامات في ناس معناها ذروا شركات أغلقت لازم فيستيسور بدأوا يبشيو يعني كل شيء بقى وقعت خير حتى بالزاوية ما سلمتش الزاوية بدأت يتخربوا فيها وكل المبيتات المدارس شنو أوصلنا احنا لسنا في يعني لسنا في المبيتات المدارس النقابات وقتها ضرور لها بشتكلم لكل هم وليو ثوريين معناها الناس الكل ولد ثورجيين معناها استبلشمنت جديد في لغة السياسة نحكيه على استبلشمنت جديد اللي كل واحد معناها شكوني وظهر أكثر الثورية متاعه في تدمير يعني مكاسب الجمهورية شصار لهنا نحن لسنا في يعني في استقلال عن ما يقعوا في العالم فما مفاهيم في السياسة حصل تداخل النظم السياسية والمجتمع حصل تداخل بما نسميه بالفويوك خاسي حكم نظام حكم الوصوص يقص لك التهريب التهريب زيت توحنا بعد الثورة نورمال ما التهريب ينقص قالوا قبل التهريب يعملوا فيه التربل سيئ صحيح ننتفضنا ضد التهريب وضد هالممارسات وضد هاليكونتونير توبعد الأخ من الديوان من الديوان يحدثنا وكل ولكن هاو التهريب تو أكثر هاو تهريب والأسلاح أخطر على العباد وعلى الرقاب هذا من ناحية من ناحية ثانية عنا كذلك حكم المديوك خاسي اللي هو نظام الأسوأ نظام الرداءة معناها أكثر ناس متميزين بعد نه أكثر ناس معناها أحميوا خدموا الدولة التونسية أكفة قالوا شنو أزليموا من نظام السابق ناس معناها تعودت على إدارة أزمات تعودت على معناها على عندها خبرة تجربة عيتوا لهم في الخارج من غير ما نسمي عيتوا لهم في الخارج بش يستفيدوا بالكفاءة متاحهم وأحنا من بعدوهم قال شنو المعيار الوحيد هو أنك مع الثورة وإلا قبل الثورة وإلا ضد الثورة هذاك المعيار الوحيد وإلا أنت في حزب سياسي هذا من ناحية حاجة ثالثة اللي هي أخطر معادش حكم اللي كفاءة فقط ولا حكم اللي يسميه يتسمى اليوم لنبتوك خاسي ما معناها اللي نبتوك خاسي معناها العاجزين هم اللي يحكموا معناها اللي يصن إينابت شمعنتها إينابت معناها عبد غير مؤهلين غير ملائم غير صالح غير مؤهل اللي فيها إينابت زادة يقولوا لها كذلك في اللغة السياسية إينابت اللي هي معناتها تدل على المسؤول معناها اللي يبدأ معناها غير صالح غير مؤهل أنه يحكم يولي كذلك لمسؤول بربي نظام شنو النظام هذي اللي نعيشوا فيه ونعيشوا تداخل معه نظام اللصوص نظام اللصوص احنا زد البلد الوحيد زد اسهيبو بكر اللي عنا مانتها رئيس رئيس معناها ترشح للانتخابات وهو في السجن وهو عليه قضايا فساد معناها فم حاجات معناها ما تمشيش مع بعضها فم حاجات معناتها والاخر ترشح وهو هيرب للخارج هذيه 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 نقول لك اينا نظام اللصوص ونظام الكفاءة ونظام وصلنا نظام العجل ونظام الانابتوكراسي نظام يقع فيه انتخاب الاقل قدرة على الحكم معناها نشوفوا احنا اكثر اقل وحود قدرة على الحكم واعتي مثالا دون ان معناها امس الاشخاص مثلا سامير بالطيب استاذ جيمعي في هكا معناها باختيم القانون على رأس وزارة الفلاحة كش تحبها وزارة الفلاحة تمشي معناها ننتخب الاقل قدرة على الحكم من قبل الغير قادرين على الانتاج ناس ما ينجوش ناس ما ينجوش انت الغربة مدير الطيران في فترة فترات سيدا يعرف مدير الطيران المدني هيئة للهية معدكم كان وقتها بحكم معناتها التعويضات هو خريش كلية الشريعة ايه ايش بيه المهم هو معناتها المحاصل الحزبية نقوله مصر ويكونوا فيه شوف احنا ننتخبوا الاقل قدرة على الحكم من قبل الغير قادرين على انتاج ناس ما تخدمش ويكونوا فيه باقي افراد المجتمع الغير قادرين والعاجزين على تلبية احتياجاتهم الخاصة او النجاح في اي شيء تقعوا مكافأتهم بشكون بخيرات وخدمات تقدموا لهم انا وقتلي ننتخب غير قادر على الانتاج ننتخب انسان غير كفر كل غير كفر باش يكافأني بالخيرات والثروات الخيرات والثروات متاع شكون متاع عدد من المنتجين اللي ينتجوا الذين ينتجون والذي اصبح عددهم يتقلص في المجتمع الناس ما عاش تخدم قولك انه ملابئة انه نخدم ومعناها انت تكافأ وتصادر لي معناها املاكي الى اخيري دونك هذية الكله خلى هالمظاهر هذية خلى الدولة ضعيفة وخلى المظاهر هذية تتفشى وتزيد معناها تتقاطع فيها المصالح الجيوستراتيجية اللي تحب زيتونها كالدولة التونسية دونك يلا ومنها تونس واق فمسيكنا تونس واضح واضح سيدة حدامي اللي كانت يتعرضت النقطة مهمة هو الخراب فيما يتعلق بمثالة التهريب اللي نعانيوا منها منذ اربعة اجنان في التهريب والاقتصاد الموازي والارهاب والفساد هذو مثلية يقولوا الخراب نبقاوا في المثالة هذه فيما يتعلق بمعنى هذا الاقتصاد الموازي واحنا كانت حادثة وقعت قبل ايام حلوة برشد وهذا زد ساثنات تونسي المهاربين عملوا وقف احتجاجية معناتها لمطالبة بتغيير رئيس مركز متحرس ظهر يسير اضافة في سيدي بوزيد وقعتها وليها هو الحادثة هذه اسمعناها كيف الناس كله هرينها فهمتي حتى على مواقع تورث الاجتماعي باش ننضيف حاجة اخرى كما قالت المدام معناها راهو التهريب والارهاب معناها تورثة مع علاقة كبيرة احنا قبل كل شي ساعة نترحموا على الشهداء والمؤسسات الامنية والعسكرية والديوانة وكل شهداء تونس وكل الناس اللي مشات في سبيل الوطن هذا الحادثة فابدت يكونوا معناها اقبل كنا نعرف المهرب المهرب هو بيدو ما عارفوه جنيات يكاعد يجيب المهرب هو بيدو معناها ثاعتace يقولك عد وظهر ح حاجة يذور لبلد في جبل هذاكا في كذا في كذا لكن في العلاقة الجديدة معناها المهرب بيدو معت تنتظر منه كل شي تنتظر منه كل شي المهرب فهمتي معناها باش ي معناها الفلوس بشي داخل تدخل الفلوس فهمتني معناها ينجب يجيب سلاحي ينجب يهرب ببشر ينجب يعمل كل شيء وهذه الاختير الاختير كونه وراه معناها المهربين قاعد يتطوروا واحنا فهمتني معناها قاعدين فما معناها كيانوا فما جيوب ردة قاعدة تشد فينا لي صالح هشكون معنا عرفوش لي صالح هشكون يلزم يتحل معناها يلزم فما قوانين يطالبنا معناها بش يقولنا هتعطيونا فهمتني هتعطيونا خلينا نحكيه فما قوانين راه معاش تمشي فما قوانين راه توضعت في آآ معناها في وقت معين لي صالح عباد معينة نحكي دي محا ديوانيا نحكي ديوانيا معناها قوانين تديوانية معناها معاش تتلئم للي قاعدين نعيشوا فيه توا توا المهرب يجيه اليوم فمتي تشده لا شيء يتعديلك من قاعدين يسمعك لكلهم معناها ويعطى ديالك وصلنا معناها معاش والله من مسؤولية السياسيين صراحة نقول مسؤولية سياسيين على الناس معناتها منعوتين بالصباح متهمين بالمسائل أنا نقول لك مسؤولية السياسيين اللي هم معناها اللي يعملوا تشريع تشريع هدية معناها معاش تمشي ثم طالبين معناها قوانين جديدة مجلة ديوانة نحكي دي مع ديوانة ديوانة مجلة ديوانة معناها راي تخدمت الناس معينين مكتبوش على واحنا روان في وقت معينة تخدمت العباد معناها المقاس الاشكالية وين معناها المجلة هي هذيك هي بيدها خدموا بها عباد مشاها وجاية عباد اخرى قاعدة هكاكة ويزمها تقاعد هكاكة يزمها تقاعد هكاكة دعوك هنا ارى انا منسنوش معناها باش يصير تبغير كبير ولا باش تصير معناها افهمتني احنا ارانا كدوانا جهاز تنفيذ احنا تم قوانين يعطي قانون ويربطك به زادا ويربطك به معناها هذا يزمك تنفذ وهذا كذا وهذا كذا والتداخل اللي عانيه فيه التداخل اللي هنا رون هات اللي بيشتخدم انت خدمتك رون ما عاش انت مطمئن على عائلتك على صغارك على خدمتك على الدنيا على كل شي را معناها بشراحة راي معادلة معادلة صحيبة برشة ومعادلة معناها شوف يزمها افهمتي اقوى الويد باش تنجم تعيش مع الناس هدومة انت عندك الارقام سيري ذاتو الكاملية قالت من دم حدامي منذ حين هل معناتها التهريب ظاهر التهريب تفاقمت في السنوات الاخيرة شوف هو التهريب هو رأي مشكلة العالم الكل معناها احنا ايطاليا مثلا تقريب من 20 ولا 25% هو اقتصاد موازي معناها بالضبط تفهمتني معناها هذا التهريب كنا نحكيه على التهريب تهريب رأو معناها موجود معناها بارتو وهذه معناها فرصة باش نحكيه على التهريب احنا رأي ديوانا ما نشي قاومه في التهريب كهوا هو تهريب رأو جزء صغير من حاجات ان يقاوموا فيها احنا هو القول ونقوله مقاومة الغش على خاطة نجم التهريب تهريب رأه هو فهمتي معناها ينجم يدولك وراء بوست متاع ديوانا هدك اسمه تهريب لكن الاخطر من هكاكه ينجم رأو فهمتي يضرب لك ديكلاراسيون توريد بدون اعلام توريد المغلوط توريد المغلوط في القيمة توريد المغلوط في الوريجين معناها من داخل هذي الكل معناها ثم نحب نوضحوها هذي فهمتي رأي مش خدمتنا كانت تهريب تهريب رأو جزء بسيط اقتصاد وحلات المواطنين لا نحكيلك لأ نحكيلك انا تور واحد يجيب سلعة ويجيبها فهمتي على مركز حدودي ويدكلاراها هلنا معاش نحكيه تهريب رأو نحكيه في حاجة اخرى معناها الغش في الغش في الغش في رأو عنا ما نقوله وعنا ما نحكيه عندكم ارقام لكن عنا الارقام تورجيك لكن تم ارادة سياسية نقولها يجب تتحط رسالة وسط الارقام مثلا معناها بش نحكيلك هذه نور ملموم معناها رأي الادارة تخرج وتخرج معناها الفين وعشرين عملنا تسعة مليون دينار عملة اجنبي هذا في الفين وعشرين اربعة فاصل ثلاثة مليون علبة سجير عملنا اربعمية وتسعين الف قطعة ملابس جاهزة هدية في الفين وعشرين نحكيه مئة وثمانية وستين كيلو من الذهب والفضل كيف كيف الفين وعشرين عملنا مئتي وسبعين كيلو من مخدر الزطلة مقعة حاجزو همعناها وهذا راي ما زلنا معناه اللحصائية الأخرى المحضر الأخرى متى 200 ألف هذا كما هوش محطوث رواه متى 200 ألف على حلق الوادر فهمتها عنا فهمتني 2097 جرام من الكوكاين 700 جرام من الهيروين معناه هذا المحجوزات اللي راهي يوميا مقابيذ معناه اللي داخل الدولة أكثر من 3530 مليون دينار هذه سنة 2020 تم رفع 43 ألف محضر معناه التصدير بيدون أعليم ولا توريد بيدون أعليم بقيمة 100 مليون دينار معناه راوه السلك الديوانة سلك الهام برشا وراوه في العالم الكل هي الاقتصاد القوي الديوانة تعتبر القاتلة التي تقود اقتصاد قوي لو كان نحبه على اقتصاد معناها قوي واقتصاد أمريكا رانا يجبنا نتولهو بالديوانة لكن الأخطر ونقوله معناها فمشكون كي أنه معناها يحب السلك هذا يقعد هكاكا فمشو بس حمتاو تطويعا لخدمة إن شاء الله ما يكونش معناها لخدمة الأطراف على أطراف أخرى واحد وهذا هي اللي ما يزموش يصير الخاطر أحنا رانا سلك تنفيذ قاعدين نخدمه في البلاد معنا حتى انتماء إلا للوطن ثم حاجة زادة واحد يقولها بالنسبة للرجالات الدولة واحد يشهد أنه يقوموا بيدور كبير ياسر في إطار القانون وشفافية وكل ولكن ثم جانب يقول أنه رغم المجهودات هذه بقى تقريبا نفس الظاهرة معتا التهريب ما زال موجود اليوم الروس إلى مهربة معتا كانوا اللي يسرق يغلب الإحاحي معتا الوضع في نية الأمر مش هدش تحسن كبير ياسر والله المجهود اللي قاعدة تقوم به إدارة الدوانة هو مجهود كبير وكي ما قتلك نحن نحيي كل رجالة الدوانة ونشكروا مع المجهودات هذا ما نشكوش فيه وكي ما قتلك راه ومعناها التهريب نحيي وعلى التهريب راه ومعناها ما ثم حتى بلاد في الدنيا هذه في العالم معناها ما فيهش تهريب لكن تعطيني أنت كيفية تلجم تقاوم التهريب إحنا قاعدين نخدمه بالليموين اللي موجود بالتشريع اللي موجودة بالتجهيزات اللي موجودة فراغ قانوني عندكم فراغ قانوني كبير معناها فما معناها قتلك التشريع هذه معناها يزمها في أقرب الأجيال وقدمت مقترحات كذلك قدمت مقترحات قدمنا قدمنا شوف عندكم مشروع مثلا نقول لك حاجة سيبو بكر كونه إحنا إن شاء الله ما تكونش اللي حاسينه صحيح الخاطر حاسين كونه فما حكا فهمتني إرادة معناها بيش تقعد السلك هذا مهامش لا ما تصورش معه فهمتني تصور رئيس حكومة جديدة لا لا ما نشتحكي وعلى رئيس حكومة جديدة قادش عنده قادش عنده شهر واحد لكن الإشكالية مش غادي فما أطراف عديد مرات رأي معناها خدمت مع رئيس الحكومة اللون واللي قبله واللي قبله وما زالت بيش تخدم معلي بعده وهذه أطراف نقول كونه معناها حسينة وكل سلك ديوانة حسين كونه الناس هذو ما قاعد تخدم في شقة على شقة على حساب الدول هذا اللي ما يجيش وعنا فهمتي ببعث ونرجع لك معناها فهمتي العديد من القوانين اللي طالبنا معناها مش تتغير الآخر حاجة اخر حاجة احنا قانون 57 تقاعد 57 احنا ساعة سلك ديوانة ما عرفناش رويحنا يا مدني يا عسكري كان امتياز في المدني يقول لك لا ان ديارك عسكري وكانوا امتياز عسكري يقول لك لا ان ديارك مدني لا ولا بالرسمة ماناش عارفين رأنا طالبنا صراحة باش تخرج سلك ديوانة هذا من وزارة المالية الخطر فهمة ناس في وزارة المالية للتو موجودين وفهمة شكون معناها شد مسؤول كبير في الديوانة قبل وموجود تو وفهمة شكون زادة فهمة دي كان في وزارة المالية وتو زادة فهمة دي معناها تم تسميته وفهمتي في خطر كبيرة يجي الموضوع 57 والله باش نقوله زي بو بكر انتي 57 انسان خدم سلطيرا وانسان سلك نشيط تعطيه للامنيين والعسكر وكل شيء ما عدا عواني الديوانة علاش احنا عنا كلمة شهيرة ما عدا عواني الديوانة نحبو نعرفوها ما عدا عواني الديوانة ما عالميدان نهار كامل في الحدود واكثر ناس يمكن رووهم على نقل سهلين عامل كل مشاهيرة ما عدا عواني الديوانة هني قلت لك كانوا امتياز على العسكر والامن يقول لك لا انتي فهمتي ماكش عسكري احنا القانون تقعد على 57 سناء هذا قال لك لا انتي ما هوكش سلك نشيط ما انا همنيش سلك نشيط انتي عاتني سلاح ان القوات لحاملنا السلاح احنا انتي عاتيني سلاح وسلاح لك في امتي عنا قديش من زمين المعنى اللي في الحبس دوه في امتيال خاطر استعمل سلاح انضر باش يستعمل سلاح وديه تقول لي لا هدا المشروع هدا يتخدم على مستوى دار وزارة الوظيفة العمومية وبعد تم الامضاع ليه في وزارة وزارة المالية وبعد استشارة للمحكمة الادارية واضح وبعد بمزاج واحد يخرج ويقول لك لا انا ما حاجتيش عليش ما حاجتيش انتي تحب الناس هذية هما رام اربع خمسة كعبات ستة كعبات اللي يحبوا معناها وصلة عباد تمشي للمحكمة وتزو الشهود وتلقص في عمارها باش تكمل تخدم في ديوان عليش هاو سوء الكبير هنا عليش انتي ثم عباد حميش تخرج انتي توه عطيتم المجال برفضك القانون لا 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 هدا متاع السبعة وخمسين اللي معناها انسان رام معادش يوصل للعمر معناها الليل اللي اختم باللي اللي اختم في الطريق اختم في الشامس وفي البرد جي انتي ترفضه بمزاجك على الخاطر انتي ما راقلكش وإلا انتي عندك لسكون قاعد حضر فيه احنا احنا سندوكم وبالعكس نتمنى وانو بوضايا اه تم تسوياتها وديوانا هما من الاسلاك اللي هي سيبوا بكر سمحنا احنا كنت حليت 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 طبق ترواقيلكم وحدة 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 واحد ياخد الروسي مش معقول وضع مش معقول وضع سيلاروسي وضع سيلاروسي ميسيرش وصع بينك لا هي شاعة مش معقول شوف احنا حتى منحة الاختر هذية تم الترفيع فيها فهمتي قبل الثورة الناس كل تاخد كيف كيف الاسلاك الكل يتم الترفيع فيها فهمتني للامنيين والعسكر مع داعا عاون ديوانا اللي عاون ديوانا نقولها كونه يخدم معا في المناطق النقاط المتقدمة المتقدمة مع الجيش احنا متضامنين معاك مع ناس العكس نوجه لداء لتسويت هذه الوضعية ابو شنجيكا خطر انتي باش تحوصل الكلام نتقال به سيل هذه الخراب والسقوط اللي نعرفوه زادة حتى في مجال التعليم وقت يقوله مجال التعليم يقوله الشهادات الشهاد اللي يعطيهم اليوم نسمع برشة فضائح فيما يتعلق بشهادات التي تقدم في لجان الامتحانات معاتها كل ما يحصل في الجامعات نوصلنا نسمعه جامعات وقالتها قال في فترة من فتاة وزير التعليم العالي تبيع في الشهاد معناته هل هذا معقول؟ طبعا ما يحدث اليوم في تونس في مجال التعليم أساسا الذي كنا نفتخر به بداية الاستقلال والذي بناه الأجداد الأولون مثل العروسي وغيره ونقدر جهودهم أولئك أجدادنا الحفات العورات الذين ضحوا ببناء المدارس والذين دفعوا من جيوبهم وكذلك المعلمون والأساتذة الأولون في بداية الدولة الوطنية منذ ستة وخمسين هؤلاء ضحوا ودفعوا من جيوبهم وبعد كل هذه السنين تأتي مجموعة من الغربان أو من الخفافيش بعد 2011 وتأتي على ذلك المجهود الوطني الذي بناه الأجداد لفائدة التعليم ونحن وأنا أحدهم قد درست حافيا عاريا في سيدي بوزير بمنطقة المكناسي وكان التعليم جيدا أنذاك نأكل في الحصة المدرسة الابتدائية بالخرشف وكانت الدولة تعطينا أنذاك بعض اللباس وكانت تأتينا ببعض الأدوية لقتل القمل كان يأتينا المدرسة الابتدائية وكان ذلك حدثا كبيرا بمدرسة الخرشف أن نكتشفنا ذلك الدواء القمل والفرسة أنا حذرت على القمل الذي أتى على الجل زمرائي رحمهم الله سنة 67 بمنطقة الخرشف وقد نجوت بفعل فاعل وحذرت على الجوع النأسي أكلنا الصبار بعد نحن الشوك بالنار هذا ما حدث الآن هؤلاء الغربان الذين أتوا وكما قالت الزميلة المحجوب في مداخلتها الجيدة العلمية الفاسدون في تونس الآن هم الذين يتحكمون الأقل كفاءة يصبح رئيس جامعة والأقل كفاءة يصبح عميدا والأقل كفاءة يصبح رئيس قسم فكيف يمكن للتعليم العالي أن ينهض فنتج عن ذلك بيع الشهائد العلمية كما ذكر الوزير السابق السيد الخلبوس وبيعت فعلا الشهائد وهناك تحقيق لدى القضاء حول هذه الشهائد التي بيعت بالألف وشوهت صورة الجامعة التونسية للخارج كذلك ما يحدث الآن حول إسناد شهائد الدكتوراه في بعض الجامعات أو الماجستير أصبح الآن بالمقابل المادي أو غيره ولا أخفي سر لدينا قضايا كبيرة منشورة لدى القضاء الجزائي قضايا؟ نعم نعم قضايا منشورة لدى القضاء الجزائي ولدى القضاء الإداري الذي حكم فيها لفائدة عدد كبير من المتضررين الذين وقع إقصاؤهم ولم يناقشوا رسائل الدكتوراه وأذكر زميلي حاتم النقاتي الذي أصدرت المحكمة الإدارية لفائدته بتغيير المقررين ورئيس جامعة تونس السيد الحبيب السيد هم إلى يومنا هذا لم ينفذ القرار ونتصل بوزارة التعليم العالي ولدي الوثيقة تقول وزارة التعليم العالي لقد أذنتوا لتنفيذ الحكم فما معنى أن يتمرد رئيس جامعة على الوزارة حينئذين أصبح السلطة فوق السلطة هو بالقانون الجديد على جامعات رئيس جامعة أقوى من وزيره لا أعرف كثيرا لنجمش يعطي تعليمات وزير رئيس جامعة عليش خاطر يقول لك أنا منتخب من قبل الهيئة وبالعكس نملك مشروعية بأن أنت معين هذا الوضع الوزارة أرسلت لدي الحكم إلى السيد رئيس جامعة تونس بتنفيذ الحكم للسيد حاتم النقاتي لفائدته مش الحكم الأولاني برشة حكم برشة أحكام وبخصوص تديس الشهادات معنا تهمي بطروحات خاصة بالنسبة سرقات العلمية ما يسمى هذه الرسائل الجامعية الأستاذ المشرف يجري أن يسرق هو العدد خمسة رسائل إلا أنه عشر وعشرين لأنه كل رسائل تناقش يتقاضى عليها بعض مدة من الزمن 1700 دينار تقريبا فإذا أشرف على عشرين بعد خمسة سنوات فأحسب كم تصبح له فكانوا كأنهم في السوق يجري وراه هذا الطالب وراه هذه الطالبة أشرف عليك ولا يراجع ولا يعرف ما هو الموضوع ولا ينتحل ولا ما ينتحل المفيد يأتيه المبلغ المالي ولا يهمه الموضوع ولا يهمه محتواه فأصبحنا كأننا في سوق ثم كذلك أصبح بعض العمداء الغير أكفاء يتمردون على القانون ولدي ثلاثة قضايا ضد عميد كليت لداب 9 أفريل السيد مش هل سمي لا لا الحكم موجود موجود فهمت الله كليت لداب 9 أفريل متمسكا أنه ينتمي إلى عيلة شاكر المناظر ما دخل عيلة شاكر المناظر في اسم جميل شاكر أستاذ الفرنسية ما دخل هذا العميد الذي يتهرب ويدعي أنه فوق السلطة لأنه ينتمي إلى عيلة شاكر رحم الله شاكر وطنيا ووقع اغتياله بنابل لكن هل يمكن الأحفاد أن يقوموا بهذا المستوى إن كان وثي لدم هذا الشهيد وركوب الأحداث وركوب دماء الشهداء الآن أصبحنا في غابة من الباطل وليس في غابة من الحق في مستوى الشهائد المدلسة التي ذكرتها لدي كومة من الشهائد قادمة من فرنسا وأخرى من وقشت موريتانيا من موريتانيا كيف يتم قبول هذه الشهائد في المعادلات وكيف يقع انتداب أصحابها في التعليم العالي ونحن نعرف التعليم العالي أن اللجنة تبدأ من البكالوريا فما فوق للتثبت الشهادة المعادلة والشهادة الأصلية فكيف يمكن قبول هؤلاء بشهائد غريبة من فأحدهم لدي كان يدرس بحياة الخضرة وثيقته حاصر على خمسة شهائد دكتوراه في يوم واحد حسن حسن ويقع انتدابه أنا ذاك مش متبالغ لا موجود الوثيقة أعرضها خمسة شهائد دكتوراه أعرض عليكم ومرت أمام القضاء هذا جين سبوك معتا وترافعت وأنا بنفسي ضد هذا الزميل وبعد ذلك تبين أنه مدعوم من إيطاليا وزوجته إيطاليا دخل إيطاليا في شهائد لا أعرف هذا كان ذلك عمل في الوح دقيق لا ما زلت أوضيف كذلك بالنسبة للشهادة التأهيل الجامعي أصبحت تعطى لهذا دون ذاك إلى الفساد المستشري الآن في المحهد الأعلى للرسكلة والتكوين الأساتذة في باردو والعرائض المرفوعة ضد الفسيدين من الأساتذة ويضاف إلى ذلك الشهائد التي تبع بالمقابل المادي أشرف عليك أو أن تديبك بمقابل ماذا حدث أخيرا يقع انتدابك أتقاسم معك الراتب لا لا مبالغة لا لا موجود موجود أتقاسم معك الراتب أو تدفع عمولة لا لا هذا الموجود لا لا أنا أتحمل مسؤولتي جامعة راو عندك لا لا يا أخي إذا كان قير كفة كيفاش تحكي في حاجات فتصورنا أحدهم أعطى 60 لتر من العسل فأصبح دكتورا 60 60 لتر من العسل 60 لتر من العسل فأصبح دكتورا العسل يجيب نعم في اللغة والثاني دفع عددا كبيرا من كيلوات الحوت من قليبية فأصبح بفعل فاعل يوعين ويرفض من يريد فإذا أصبح الحوت يوعين لا حقيقة فإذا أصبح الحوت من قليبية وأصبح العسل من الشمال يوعين الأساتفة فبئس هذه الجامعة هذه الجامعة لي أسسها بورجيبة نعم وقع الصدو عليها ووقع اغتيالها ووقع اغتيالها أنت على الأقل كنت شاهد على عصر بناء الدولة الوطنية بناء كل هذه المكاسب اللي قعدنا خلتنا نجم ونواصل ونعيش معتها رغم الخراب اللي عيشناه عشر سنين تقريبا نصف المدة اللي قضاها بن علي في الحكم معتها شفنا شنو اللي صار فيها ومشنونا هاو حال الجامعة الوضع متع ديوانا الوضع العام كما كانت تحكي مدام حذامي أنت كمناظر وشاهد معناتها بالفعل ورئيش زمعية الوفاء للأرث برقبيب شنو تعليقك سنين عوصي بسم الله الرحمن الرحيم بادئ اللي بدأ اليوم من مناسبة نتاع اليوم مناسبة عظيمة بعد خطاب سيد رئيش الحكومة اللي ديد اللي عنده بالضبط واحد وعشرين يوم اه فرد على الولاد واللي يتحدث بكل أمانة وبكل صدق على الوضع بصفة عامة ولو ثم بعض الانتقاد من بعض الناس عندهم حق جدا اللي هي القرارات الحاسمة مايش موجودة الحاسمة اللي هي موجودة تحكي على الموضوع تأجيل الولاد معنات اللي يحسن ومضايم تاعهم لا مش على مش نوصلها الكلمة دي اما في المنبر هذا طوي ولا يخو خمسة لف في المنبر هذا في المنبر هذا مذن سنة بالضبط مع سيادتك ومع الأخ سوفيان من فرحات تحدثنا في عهد محمد بن جيكا السبسي على الوضع العام في البلاد وخاصة الأسلاك النشيطة ومنها السلك العتيد اللي بناها الزعيم الحبيب بورجيب رحمه الله سنة ستة وخمسين سلك الولات والمعتمدين اللي هو سلك مناظل واعام السلك هذي قعد احداش اثنان مجدوش مليل أسلاك أخرى ستة مرات إلا سلك الولات والمعتمدين لعندهم راحة لعندهم ساعة لعندهم عيد لعندهم إجازة أنا مرة معطمد في فوسانة في الحدود أعطاوني عشر أيام كملت النهارين بعصلي الوالي محمد المكي وقال لي أرجع رأوا الجاذيافي بعصلنا مجموعة طردهم من ليبيا ومتمتعت حتى بنهارين السلك هذي حتى واحد معتنا به وحتى واحد مع التحق اليوم رئيس الحكومة عنده لفتة كريمة وفي ندوة الولات أعلن على تحسين الوضع ولو نسبيا ما واش كما ينبغي لما حالة من الخبزة خلين أربع هو نظرهم تقريبا مع المزرارة ولكن بالطبع ولكن ثم لفتة كريمة إن شاء الله نتمنى تعقبها لفتة أخرى اللي نحب نقوله نعقب على ما قالته الأخت الأخت محجوب والأخ موثل من تحديوانا البناء اللي بناها الزعيم لحبيب بورقيبة لبناء دولة كما قال الأخ اللي تتكلم الأخير سيلادي غابل كيف واش تبناء دولة هذية كيف واش تبناء من لا شي راهن على خمسة أشياء راهن على التعليم على الصحة على السكن على حرية المرأة وعلى الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية اللي هي أهم عنصر من العناصر والتنظيم العائلي والمكاسب اللي منها الزعيم لحبيب بورقيبة واللي بكل صدق ولو كنت عندي خلافات مع المرحوم ذي العابل بن علي ولكن العهد متاعه أفضل بكثير من اللي أحنا توفيه كنا نتمنىه النهارة اللي وقعت الثورة خبزه ماء وبن عليله تعالوا الناس يقوله الله يرحمك يا بن علي ما مسس قفة الزوالي ما مسس كذلك الأمن المرأة تروح مضي الساعة متاع الليل أمن مستتب رغم خلافاتي معاه أما ثم حاجات إيجابية لابد الإنسان المناظر باش يعترض بها اللي بناها بورقيبة قاعدها المفيتة من حش لجاية النهضة أنا نسميها نسمي الأشياء بس الأشماع بأشياء من حش لجاية النهضة عندها رسالة باش تقوم بها هي تهديم الدولة الوطنية كيفاش نهدمها كما قال زعيمهم مزعيمهم زميمهم مش الرسل الغنوشي اللي معاه لمحامية اللي كان شد في مجلس النواب في عبد الفتاح مور قال لو نأخذوا أولادهم ونخزنهم خاخهم ولاد الساترة وتوردوهم ضد ضباطهم وضد أولياءهم ويرجعوا مع النهضة وهذا اللي صار اليوم مفاصل الدولة الكل سيبوا بق مفاصل الدولة من الأمن والحرص والديوانة والمعتمدين بكلهم 55% من النهضة مفاصل الدولة اللي بش طبق القانون اليوم ما عجزش رئيس الدولة رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة بش يوقف الطيارة متاع اللي كنا شوف فيه متاع دفثة متاع الفسفات من العار من العار على تونس اللي عام 58 خمسين وستين الدولة اللولة في العالم تصدر في الفسفات اليوم التجعنا لجزيرة باش نخضرونها جوي فسفات باش نرقعوا الأمور متاعا ونوصلنا شكون كان سبب هذا إجرام في حق الدولة وفي حق الاقتصاد التونسي شكون كان فيه سبب اليوم كان الرتن الرتن هو لي البضاعة ينقلها من قفصة ومن سند ومن ذيلة ويجيبها لتونس اليوم عملوا شاحينات أعطاهم من أصحابهم متاعصي علي علي ريض متاعصي زايد متاعصي عمر وخذوهم شاحينات بقروز ما غير السرجع ما غير ما رجعها واليوم هم الباربوات واللاو ستستعرضوا اللي لله توفوا السورة بارك الله فيكم السورة اللي قدمتها لنا سورا في الكامرون وكذا توعجزنا يا رسول الله باش نوقفوا الشاحينات هذه والرجع وكذا ونجزنا فيها الخمسين واحد لو نعطيه الأمر للجيش الجيش المدرسة الوطنية الوحيدة المدرسة الإخلاقية المدرسة التونسية دم ولحم لو كان عطيناها مقاليد الحكم وقلنا يا كيما عملت كيما عملت شورجين معتوق منطقة كاملة رجتها جنة ووزعوها للفلاحة بمجهودات وسواعد الجيش التونسي لو كان نعطيه للجيش نقولوا يا سيديه جماعة الكامرون الكامرون ولا متاع تطوين ولا كذا أما هذه السياسة مشاوج معها وقت الانتخابات عام 19 كيما سي مخلوف وكيما الراشد الغنوشي وقالوا لهم لو عندكم صروة كانوا كل هيركم نظام برقيبة ونظام بن علي وخذوها وكذا من الملح بلت صوت عيش باش كذبوا عليهم باش خذوا الأصوات متاعهم كذبة من الكذبات الكبر هذا هذا إجرام في حق الدولة أنا نطالب به اليوم في هذا المنبر هذا المنبر الوطني وهذه المحطة الإعلامية النصيطة والصادقة والصريحة والصريحة كذب من اليوم تعصى راحة وكاننا نعطيه الأمر للجيش والناس هدوما نحاكموهم يزموا حاكمهم من إيجادك الشاحنة ومن إيجادك الفلوس اليوم مئة ألف مليار ما هوش موجودين ما نعرفوش عليهم مجي منافر وحدش اليوم نسبة النمو خليها بن علي ما بين خمسة وسبعة في المية ما نحكيوش على هدوما هذه نوير اللي وصلت أربعة تاشف المية كما قالها في حمادي جبلة توموذ الشر ما نحكيوش نحكيو حتى على سبعة في المية ولا خمسة في المية اليوم وصلنا واحد وعشرين تحت السر واحد وعشرين نمو تحت السر مشفوق السر وين الحكومات والمسؤولين زادة اللي يتغطاؤوا مع النهضة مثل الشاهد ومثل غيره 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 عظمها زادة يجبون يتحاكموا ويجبون يتحاسبوا ويجبون خطر دولة هذه دولة بناها بورجيبة كما قال الأخ المناظرين والتساترة أخواننا وبانا وأخوانا شخصيا ابنينا من ستة وخمسين حتى التسعة وخمسين ثلاثة وربعمية مدرسة في الجبال في الصحرة في الأرياف في المدرسة في المدرسة في القرى ودخلنا أكثر ثمينمائة وخمسين ألف تنمية في تونس هذا هالمكاسم قاعدين اليوم يهدبوا فيها واضح وهذه مسؤولية كبيرة تتحملها النهضة ومن معها واضح سياروسي واضح بضم حذامي الكلام مهم اللي قالوا سياروسي معنا في نهاية الأمر شكون يتحمل مسؤولية هذا هل خطاب نتفهم وأحنا معتها نعتبرهم ناس عصبات ناس مجرمة أنا ما نستغربش اللي يخدموا فيها أجندات معينة معناتها وبالتالي مثلا في الحوض المنجمي ثم كلمة قاعد لأنه ثم جهاز استخبارات أجنبية وقت اللي انطلقت الأحداث كان وراء معناتها الدفع بتأجيج الأوضاع هناك ونفس الشيء زدنا نستغرب زدنا الكامور اللي هي مؤامرة كما أشرت أنت في بداية كلمتاك نستهدف تونسي في نهاية الأمر كيفاش نتعامل معهم طبعا طبعا هما هما راهم شباب وفيهم برشة عاطلة عن العمل ونتفهم من وجهة نظر معينة هما وقود في معركة هما وقود في معركة بالنسبة بالنسبة للحقول غادي كامور هذوما الشباب قدش مئتين تلاثمية اربعمية شاب بتعرض بشيق ذيو على ستة آلاف موطن شغل ستة آلاف الشركات اللي غادي منتاع انتاج الطاقة والنفط أولا نقصت معانتها الأجور للنصف واليوم وقفت الأجور ورينا وقفة احتجاجية متاع المهانسين والأمان اللي كلهم معانتها أنتي ما كتبلكش ربي بيش تخدم ولا توفر عمل ولا حاجة لا تحرم الناس بيش تخشون ستة آلاف موطن شغل بيش تخسروا المشكل في تونس فما شيئين لا يتوفران فما عنا معناها هارم السلطة فراجمونتي مفتت معناها ما فهماش يكون ياخد القرار رهو أمام أشياء كما هكا يلزم قرار فوري الميديا تاخد قرار فوري معناها يجيك تليفون ملك أمور اللي شباب عمل هكا كما قال سيلاعروسي أما ردها منطقة عسكرية ولا وقفهم بالكل ولا أمنحهم طبق القانون أحنا اليوم ما فهماش بحكم تفتت هالنظام السياسي هذي هذي ما أقوم الدولة أقوم الدولة خطر حتى واحد ما يحب ياخو لديسيزيوم هذي حاجة كل حتى تحد العام في الشغل عجز ثاني حاجة إن القرارات هذية كان ياخذها الوالي ما يرجعش حتى للسلطة المركزية واحد معنتها يحرم ناس من العمل يوقف الانتاج القرار ياخذوا الوالي الوليات من الثورة التويق ضربوا لهم على يديهم وما عندهمش حتى سمحني تبيقي نرجع للكفاءة ما عندهمش الكفاءة باش ياخذوا قرارات لأنهم مشين في محاصص تعينوا ما عندهمش تكوين الإداري خطر بوغ دفنير باش تولي ويلي تتمشي في برشة دي مراحل في الإدارة وتكون معتمد وتخدم في الرياف وتخدم في كذا وبعد ويلي وتجي من في الوزارة الداخلية تبشي في برشة مراتب إلى أخيرة ما عندهمش القدرة على أنهم ياخذوا قرار لأنهم في إطار محاصص حزبية يرجعوا للأحزاب الأحزاب كيف كيف الأحزاب كيف كيف هذي وما عملتهم فونتكم الكامور والفصفات وكل الأحزاب هون يمشيوا بشي مشيوا يكلموهم معاشي معاشي حكيوا معاهم وداروا عليهم معناها كما يقول معناها انقلب السحر وعلى السحر معناها هذي مسؤولية معناها مسؤولية الدولة ومسؤولية معناها الأياد المرتعشة اللي متاخذش قرار يل فو بخندر احنا نتمنيو اللي معناها في تعاملوا مع الولاد وكيف يرجع لهم نوع من الاعتراض الاعتبار نتمنيو معناها يطلقهم باش يتصرفوا نتمنيو أنه معناها الرئيس الحكومة هشام المشيشي معناها ياخد قرارات اللي يزمك في الوقت رأوا في الاقتصاد ساعات كيتوخر بدرجين معنتها هذيك مش يأثر على الاقتصاد يزمك في كل لحظة هذيك بعدك باش ترجع ولا السلطة المركزية ولا باشتخذ أسبوع ولا أسموعين سفيني معناها وهذا ما هو حاصل في بلدنا سيريدا أنت رميت كلمة بخيريك أنا أعتبرها اختيرة مع هذا كأنك تقول لهذه المناس اللي هربوا السياسة بعد هريب هو في نهاية تمر يخدم مصالح اطراف معينة اللي هي معتها تحول دون الحسن والحزن في التعاطي مع هذه الجريمة هو اللي حبيتنا نقوله وكونه ما يزمش تكون الناس هذية أصحاب المصالح هذه معناها عندها يد ولا الذراع معناها باش تدخل في كل ما يفهمني في العمل اليومي التعينات كيما قالت المدام قبل لا اخي احنا فهم من عرفوش اللي فهم تعينات فهمتي بالولاءات فهم والاءات احنا كيما طالبين رانا قلنا فهمتي يزم تكون تعينات الناس اللي تخدم البلاد والنحي وهذه فهمتي المحسوبية محسوبية لا موجود ثم محسوبية احنا قلنا رانا وفهمتي يزم تكون كفاءات وهي تعطيونا نخموه في البلاد. في تعطيونا نخموه في البلاد. معناها انا نحكي لك دي ما كنتي ديوانة. ديوانة معناها انسان يجي اليوم فمتي يخدم ديواني خدمته. اه في العسية تلقاها المهرب مقاديكا ويقول لوراني باش نقلك وباش نعملك وتهزيل حاجة تهزيل. اللي موجود هذا يا كل يوم. هذا كل يوم. رو تم خطأ كبير صار ونحمل المسئولية هنا للنشطين الحقوقيين. اللي معناها يخرجوننا كل مرة. في اي موضوع تمتني فيه. معناها هكا باش نخدم خدمة تكون تطبق القانون انه قانون. قانون اللي باش نطبقوه. وكلا باش نخدمه خدمتنا. رو بس تلقينوها في الحبث. قوة غير متكيفة. رو احنا كي طالبنا بقانون لحماية. رو انا ما عاش ناش بزجل الاعتداءات. ما حاش ناش بالزجل. انا اعطيني انا نخدم قانون. اعطيني قانون نخرج. ومتمينة على عائلتي. متمينة على صغاري. متمينة على روحي. مفهمتني. معاش ما فماش. رو قانون هداي اللي يتوه معطل. ما نعاش شكونه معطله. ونصالح شكونه معطل. ما نعرفش. يخرج لك. فهمتني معناها نشط حقوقي. ويقول لك تم الاعتداء وتم الاعتداء. بل ما ما. معناها الشهداء والشهيد اللي يطاعها اخر مرة. ما رينيش عباد خرجت. فهمتني من الناس هدوما. وقالوا رو عنده عائلة. رو عنده صغار. رو عنده كذا. كي ان احنا مواطنين درجة ثالثة ورابعة وخمسة. لا لا احنا رانا طالبنا باش تكون اعطينا. ونكونوا كمؤس ديوانة. وكاسلك ديوانة نحكي ديما نرجع للديوانة. معناها في على نفس المسافة رو معنا حتى انتماء. اكد لك. معنا حتى انتماء. وميز مش يكون ثم انتماء في الاسلاك كما هكاية. حاجتنا حاجة واحدة. اعطيونا. واضحونا. اقضوا. حلو للموضوع متاع ديوانة هذا. وحلوه معناها فهمتي في صالح البلاد. بش نلقاوا حلول نخدموا بها صالح البلاد. مش نخدموا بها اشخاص. الاشخاص زي يلون. تبقى كل بلاد. اعطينا قانون. اعطينا حاجة واضحة. اعطينا تشريعات واضحة. اعطينا فهمتي هكا النص نص هذي كما فهماش. يا تخدم يا ما تخدمش. يا امشي فهمتني معناها قاوم هالتهريب هدايا. والقافة الكبيرة متاع التهريب. واللي اصبحت مرتبطة بالارهاب. رانا قاعدين قاسيو. والله يصدقني قاعدين قاسيو. خاصة سلك الديوانة. رانا معاسي. انا مضمني معاكم سيري ضحاة. وانتفاهموا وضعينكم. بالعكس. بالعكس. خليني يزيد نكمل. رجالات ديوانة. اي يوم. نوصل للكلمة. من افضل واخيرة معت الاسلاك. عن. عن كفاءات. مهمش. الخاطر تتكلم الحق تقول. جيت. حب تخدم خدم تكتلقى روحك. نخاف وكل الخوف. معناها باش يولي الي باش يخدم. يخاف ويرجع التالي. ويخرج صاحب المصالح. والانتهازيين. هذيك. ولكن لحالات عالتقاعد هذيك الي اثار الضجة كبيرة ياسر. بتهم معنتها. اه كبيرة. اللي القائمة هذيك. هالي واحدة وعشرين. واحدة وعشرين. واحدة وعشرين. واحدة وعشرين. اي شنو. أبش نجاوبك نزي. ما شون كلك من عاشي. هل بفعل معتها. هو تمام ما تل. ما نستحضروش بالبيعي ما عادة يقول لك كيمة عسكر زوارة. 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 مقدمين في الحرب. مؤخرين في الناس. احنا عسكر زوارة. احنا عسكر زوارة. مقدمين. حتى المعطنين يكاد. احنا مش قانوني السيسي. ما عناك. قانوني ما عناك. خلي خلي سيري ذاك. اناك خيرت من الأسليك الأخرى رأوا يجيوا يتهمونها بالفساد فساد فساد أنا نقول لك الناس معناها القايمة هذيكة اللي تحالت إخوية في بتيك مريدتها مع مريدنا شي أحنا جيت خليتها من فمتي 21 خرجتها وماش حاجة ملموسة كان عندهم من ناسة ذوما قضايا قضايا علش تخلي فيه لبرة علش تخلي فيه لبرة يا أما عنده تهمة يا أما لا رجل يصارت وقت هذوم عندهم ملفات فساد عنهم رجعت ليش كيف نقول لك رأوا سلك الديوانة سلك حساس سلك حساس رأوا اللي ينزم الديوانة معناها يتم تطويحها وهذا يا الاختير لو كان صار تطويع سلك الديوانة رأوا معناها اقتصاد كامل بشي تضرب رأوا لو كان تعطيونا معناها خدمة وتعطيونا وتسيبونا وتعطونا قانون وتخليونا نخدمو معناها وما تدخلوناش الخطر يكون لفهمة محسوبيات رأوا واضح انتي تتمس تخدم لهنا تتمسلك سلعة تتمسلك كذا كلم فيه فلاني فلاني السياسي المنقاديكا يتكلم فهمتني وقعد يصير يوميا هذا معناها هذا اللي ميزموش يصير هذا اللي ميزموش يصير أنا أقول لك حاجة على مستوى الإدارة العامة الديوانة ورنب بعد الثورة ثم تسعة ولا عشرة مدينين عامين معناها الخدمة تتخدمه واللي ينزمو يصير يتخدم على مستوى الإدارة العامة والتعطيل على مستوى إدارة الإشراف نحبو نقطة استفهام كبيرة في صالحة شكون تعطيل معناها وباش نشدوا سلك الديوانة هذا لاشكون وباش يظهر معناها باش يتم الإجابة عليه سؤال هذا وما ينزموش لقعد الحالة هذه الديوانة ونداء نداء السيدة رئيسة الجمهورية كما قلت البالة حتى في خطابك معناها المسؤولين تم مسؤولين معناها فهمت اللي يتعينوا نساولوا البلاد رأوا عنا ما نتكلموا وعنا برشة حاجات نحبوا معناها فهمتين نتكلموها واضح خدمة البلاد واضح الوقت دار الحب سيلادي نسلك حاجة أنتي تعرضت تصلك التدريس اليوم المستوى من طلاب نتاعنا مستوى معناها متدني بشكل كبير ياسر نشوف الخرجين طيب هذوما اللي يخذوا في شهادات من الجامعات ولا المعاهد العليا لماذا معتها طاح المستوى للدرجة هذه كما قلنا سابقا ما تجعلناش العسل والحوت لا 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 مدير ما أحد يعني أنت العسل والحوتن في قليبي يعاين في الناس سيلا عروسي على يتيحال كما ذكرنا سابقا إذا كان الأستاذ وإذا كان رئيس الجامعة أو العميد أو رئيس القسم هو عديم الكفاءة وما يسمى بما ذكرت زاملتنا حذامي حذامي رداءة التكوين الفكري والعقلي والسياسي والثقافي والوطني فكيف سينتج طالبا أو إجازة لها مستوى؟ طبعا سوف نرى البعرة تدل على البعير سوف ينحضر المستوى المستوى العلمي في تونس أصبح متأخرا مقارنة بفلسطين تحت الاحتلال المؤشرات في فلسطين في كل شيء أفضل من تونس عشرين مرة بالرغب نحن لدينا الحريات ولدينا الديمقراطية ولدينا كل شيء وهم تحت الاحتلال وهم أحسن منه حتى مستوى المعيشي والأخلاقي والأدبي في فلسطين المستوى الأخلاقي والأدبي والأمني أحسن أنه كل خير شاعة فلسطين الوقت دائمنا ولذلك ولذلك دقيقة ولذلك أنا أتوجه إلى وزير التعليم العالي الحالية السيدة عودة سيود أن تفاعل التفاقدية العامة لتراقب العمداء ورؤساء الجامعات الذين تمردوا وأصبحوا دولة داخل الدولة وأصبح الوزير على الهامش واضح واضح سيدة عروسي أنا أحب نداء مختلف الاختراحات النداء نطلب من السيد رئيس الحكومة السلطة التنفيذية اللي عندها صلحيات أكثر حتى من رئيس الجمهورية لأنه نظام نظام برنمالي معدل باش سلك الديوانة يصبح تابع وزارة الداخلية لأنه سلك تنفيذي ماهوش تابع لوزارة المدينة وهذا طالبنا به سنوات ثمين في النداء الحركة اللي بشتم في أواخر الشهر هذا متاع للهات المعتمدين بالليل غرب لها شوية الغرب لها مياه وثلاثين معتمد من نهضة يخربوا في البلاد وليهم في عملية السميرة من الليكر رقم عندي عندي رقم رقم موجود مياه وثلاثين معتمد سلط المعتمدين معنا مياه وثلاثين معتمد من 2011 شلطة ومياه وثلاثين معتمد تابعيناها كالقسمة اللي عملوها الكعكة أي النداء يأخذ بايو والنهضة تأخذ بعض والأحزاب الكبيرة ماذا بينا السلك كذي أصبح وطني محايد كما كان قبل تحييد الإدارة كما حكوا مستقلك تحييد الإدارة كما تحييد وزارة الداخلية وكذا وزارة السيادة كذلك الاختراح اللي حيب نقدمه قالت جاء للإيسان الأخت محجوب وقت اللي قالت تهمونا بالأقزام احنا أقزام اليوم هاكي الأقزام اللي كانوا عليهم المناظرين الشرفاء المناظرين اللي اللي باعوا الواحم وعيالهم وديارهم وما عندهم مش حتى وما عندهوش درازة ما عندهوش بسخلة هذوك نرجعوا للبعض منهم لأنه هذوك الاخميرة اللي بنات الدولة التونسية وركزة الركائز متاع الجمهورية التونسية واللي اعتمد عليها من الضعين رحيم والله وضع 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 برك الله فيك سيلي ذاك كلمة الختام كلمة الختام أنا باش نقوله نعاود نجدد نقول راو فهمتي معناها سلك الدوانة سلك حساس يزم يكون فهمتي معناها بعيدة على كل التجاذبات السياسية وهذا يزمو ما يزموش معناها هالتجاذبات هذية تصير الجملة نطالب باش يكون فتح ملف الدوانة معناها ملف جدي عنا كل الثيقة في سيد رئيس الحكومة اللي معناها كان على رأس وزارة الداخلية وبصراحة نسمعنا برشا كلام باهي عليه فهمتي على زملائنا زملائنا الأمنيين معناها عنا فيه الثيقة ونطالب سيد وزير المالية السيد وزير المالية اللونتوراج اللي قاعد يخدم معاك توا راو هو سبب مشاكل الدوانة ونقولها مشكور زيد العالم ندخلوش في الأمور هذي هذا سلك تتمنوله كل الخير وهذي حكومة عندها سياسة شوف على تعطيل ملفات يزمها تصير معناها سيبو بكر ما يساياش نوضحوها هذه معناها سيد وزير المالية معناها باش يشوف الناس اللي قاعدة معاها راهي قاعدة قاعدة ترقت في الدوسيات ما تصورش سيد وزير المالية يغرق الباب قدام أي شخص معناها مش يطرح له مشاكل دي ما صح تبير الوقت انتهى الوقت انتهى قريب جدا مش متحطوا معاها نطح ومعاها مالشا موزيها أنا نحب نتوجه للمجتمع المدني لأني أؤمن بالمجتمع المدني وبقدرة المجتمع المدني لحالة الأمور ولفت نظر الدولة معناها ناس معناها معطلين عن العمل يمشيوا لشركات متاحهم يلقاوا معناها المجموعات التي تمنعوهم من الوصول للعمل ومن العمل الناس هذوما يضغطوا يضغطوا على الحكومة ويكونوا قوة دفع ويكونوا قوة اقتراح وقوة ضغط والمجتمع المدني راه يعني لعب من الثورة التوى دور المعارضة في تونس خاطر دور المعارضة في تونس لعبوا اعتقد انه لعبوا المجتمع المدني اليو شكرا نحن عنا ثقة في المواطنين التوانسة نشكر مدام حاذمي محجوب الباحثة في الفلسفة السياسية الدكتور الهادي الغابري الدكتور والأستاذ الجامعي ومراسل ومدير موقع في نيويورك هناك موقع اخباري مهم خارج السرب وكذلك السيد ريضان نصري عن نقابة الموحدة لعوان الدوانة والسيد العروسي الهاني صديق البرنامج ورئيس الجمعية التونسية الوفاء الارث الملغيبي ذو العظيم ذلك الفلسوف نشة مقولة كل انسان تعجزون عن تعليمه الطيران علموه على الاقل سرعة السقوط سيداتي وسادتي تصبحون على الف خير ان شاء الله معيننا في حلقات اخرى من حديث الناس نتطرح فيها مواضيع ومسائل بالفعل تهم الرأي العام الوطني وتهم كذلك مشاغل المواطنين وادعكم والف شكر على المتابعة وهذا الاتمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر